إذن مشاهدين وحول هذا التحذير ينضم إلينا من رمالة السيد رأفة عليان القيادة بحركة فتحة السيد رأفة السيد محمد اشتايا يحذر الحكومة الإسرائيلية الجديدة إذن من ضم الأغوار لكن هل من إجراءات وراء هذا التحذير؟ يعني هذا السؤال موجه للجنة التنفيذية للمنظمة التحرير نحن قلنا مرارا وتكرارا أن المطلب الفلسطيني العام ومطلب الفصائل الوطنية بشكل عام ومخرجات اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي وقراراته تقول على القيادة الفلسطينية وقف كل التعامل ووقف كل اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي شكلت لجان على مدار سنوات طويلة لهذا الموضوع وما زلنا نراوح مكاننا أعتقد أن هذه مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية بما تمثله لماذا؟ لأن هناك متنفذون في السلطة ومتنفذون في المنظمة لا يريدوا تطبيق هذه الكرارات حاليا لأنها تتعارض مع مصالح وجودهم لهذا نقول أن الاحتلال ماضي في مخططاته على أرض الواقع إذا استمرنا بهذا الموضوع السلطة الفلسطينية هي جزء أو هي مشروع من مشاريع منظمة التحرير ومنظمة التحرير باجتماعاتها النمطية وقراراتها النمطية فقدت الثقة إلى حد كبير بالشارع الفلسطيني لهذا نحذر منظمة التحرير هي ممثلنا الشرعي والوحيد يجب الحفاظ على هذا التمثيل الذي تمثله منظمة التحرير وهذه الإنجازات التي حصلت عليها منظمة التحرير على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي بدماء الشهداء فلا يجوز أن يستخدمها بعض المتنفذين أو أن يخطفها بعض المتنفذين بعيدا عن تطبيق قرارات المجلسي الوطني والمركزي نحن نقول بشكل واضح أن المطلب الفلسطيني والفتحاوي بالتحديد اسمحي لي بدقيقة واحدة المطلب الفلسطيني والفتحاوي بالتحديد بالتحديد لمنظمة التحرير لما تمثله من شرعية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بضرورة تطبيق قرارات الوطني والمركزي نحن لا نعاتب حماس ولا الجهاد الإسلامي لأنها لا تمثل المشروع الوطني الفلسطيني حماس صاروخ واحد لم تطلق عندما ضموا القدس وبقيت تزاود وكل أحزاب المعارضة أخذت منصة المزايدة على فتح والمزايدة على منظمة التحرير نحن نعرف أهدافهم ونعرف مشاريعهم الهادفة إلى فصل قطع غزة عن الضفة وهذا يتعارض مع مشروع منظمة التحرير وهو مشروع وطني متفق عليه وهذا نحمل منظمة التحرير المسئولية بضرورة أن تقف أمام مسئولياتها اتجاه القادر فهمت من حماس حضرتك وأنت تجيب على هذا التساؤل أن بعض القيادات منكم تحمل منظمة التحرير مسئولية كل ما يحدث الآن من عدم اتخاذ مواقف مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لكن في المقابل أنتم ماذا ستفعلون إذا ما راوحت المسألة مكانها أنتم كقيادات طبعا في فتح أولا حركة فتح في اجتماعات المجلس الثوري صابقا طالبت منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومسؤول عن السلطة الفلسطينية منظمة التحرير هي مسؤولة عن السلطة الفلسطينية بضرورة تطبيق قرارات مجلس المركزي والمجلس الوطني ولكن فتح ما زالت في الشارع وستبقى في الشارع الجميع يعلم أن فتح في الميدان وشبيبتها في الميدان في المقاومة الشعبية تجدون فتح وحركة فتح وحدها في البوابات الإلكترونية في مقاومة الاحتلال في مواقع التماس في جائحة كورونا لا تجدوا إلا أبناء فتح وشبيبتها في رمضان في دعم العسر المحتاجة شبيبة فتح وجمهير فتح وكوادر فتح موجودة في الميدان المطلوب الآن من قيادات فتح سواء في اللجنة المركزية أو في اللجنة التنفيذية بضرورة تحمل مسؤولياتهم هم القيادة وليس نحن هم من يخطوا لنا الطريق السياسي والمخطط السياسي لهذا نقول أن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته ماضيان كدما في ضم الكردس والأغوار والزائم الضفة الغربية ونحن لا يجوز أن نرفض فقط أو ندين يجب أن نضع استراتيجية كيف نترجم رفضنا على أرض الواقع وترجمة الرفض تأتي فقط من شقين تعزيز جمهاتنا الداخلية أولا هل قدمتم هذا المقترح بسكل واضح لقيادات المنظمة هل قدمتمه بشكل واضح وكيف كان الجواب؟ بالتأكيد هذا الموضوع يناقش هذا يناقش في أروقة المجلس الثوري وفي اللجنة المركزية ولكن من يسطو على السلطة الآن السلطة الفلسطينية يا سيدتي على مدار سنوات طويلة ابتلعت الفصائل سواء في غزة هناك سلطة وهمية ابتلعت الفصائل الموجودة في غزة ولم تعد هناك فصائل مقاومة وفي الضفة الغربية ابتلعت السلطة الفلسطينية هذه الفصائل فبدأت السلطة عبارة عن صراف آلي لهذه الفصائل وبدأت مصالح هذه الفصائل في السلطة هذا خطر يكمن على منظمة التحرير لهذا نقول باختصار يجب التفكير جيدا بإعادة الهيبة لمنظمة التحرير ولفصائلها وتستلم زمام المبادرة في أليب تغيير وظيفة السلطة وأدواتها ووجع استراتيجية تستقطب الشرع الفلسطيني إليها لا يجد أن تبقى هذه الفجوة بين القيادة وبين الشرع الفلسطيني لأن التسحيج لا يفيد في هذه الآونة نحن أمام خطر حقيقي في ضم الضفة ونحن أمام خطر حقيقي في إعادة ما يسمى بالإدارة المدنية وكما تعلمون أن ما يسمى قائد جيش الدفاع الإسرائيلي أصبح يعطي مراسيم للبنوك وغدا ممكن يعطي مراسيم لمدرع المدارس ووزارات الصحة هذا خطر حقيقي يجب أن ننتبه إليه ويجب تختصار أن تعيد الهيبة لمنظمة التحيج فلسطينية وليست للسلطة الفلسطينية طيب أستاذ رأفة سؤالي الأخير الآن يبدو أن الحكومة أو السلطة الفلسطينية تراهن على اتخاذ موقف ما من المجتمع الدولي وأنتم تراهنون في المقابل على اتخاذ مواقف منظمة التحرير كيف سيكون الحل؟ أولا دور الحكومة واضح الحكومة دور خدماتي وله علاقة بخدمة المجتمع الفلسطيني وقطاعاته الدور السياسي لمنظمة التحرير كما أسلت رهان على المجتمع الدولي هو مهم ولكن المجتمع الدولي أعطانا كل ما عليه من التزامات من خلال أنه رفض كل هذه الكرات الإسرائيلية والدول العربية رفضت كل هذه الكرات الإسرائيلية ولكن هل ننتظر من المجتمع الدولي أن يقاوم عن الشعب الفلسطيني؟ لا هل ننتظر من الدول العربية أن تقاتل عن الشعب الفلسطيني؟ لا المطلوب أولا داخليا الخطر هنا داخلي هذا لا يعفل المجتمع الدولي من مسؤولياته بدرة الضغط على إسرائيل ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي إذا أقدم على هذه الخطوات ولكن الأولوية الداخلية هنا في تمكين جبهتنا الداخلية وتمتينها في مقاومة الاحتلال في وضع استراتيجية تقودنا إلى وحدة حقيقية وليست شعار إذن الحل من الداخل يأتي وليس من الخارج كما فهمت من حضرتك أستاذ رأفة عليان القيادة بحركة فتح كنت معنا مباشرة من رمالله شكرا جزيلا لك